عذاب القبر في الإسلام يصور لنا الإسلام أنه عندما تفارق روح الميت جسده ويحمله الناس إلى قبره تقول الروح الصالحة قدموني قدموني والشرير تقول يا ويلي أين يذهبون بي بعد صلاة الجنازة على الميت يبدأ الناس في دفنه والقبر ينادي أنا بيت الغربة أنا بيت الوحدة أنا بيت التراب أنا بيت الدود ويخبرنا الحديث أن الإنسان إذا وضع في قبره وتولى أصحابه تعود روحه إليه حتى أنه يسمع قرعن عالهم ثم يأتي ملكان منكر ونكير يجلسان الميت ويبدعان في الامتحان فإن كان مسلما صادقا يقولان له ما ربك فيقول ربي الله ما دينك ديني الإسلام ما هذا الرجل الذي بعت فيكم هو رسول الله وما يدريك قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت وبالتالي يكون قد نجح في الامتحان فيفسح له في قبره مد بصره ويصله شيء من ريح الجنة وطيبها وينادي مناد في السماء أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إليها ثم يأتيه رجل حسن الوجه والمنظر فيقول له أنا عملك الصالح أما الكافر فيأتيه الملكان ويسألانه من ربك ها ها لا أدري ما دينك ها ها لا أدري ما هذا الرجل الذي يعيش فيكم ها ها لا أدري فيقال له لا دريت ولا تليت لم يجتزي المسكين الامتحان ويبدأ العذاب وينادي مناد من السماء أن كذب فافرشو له من النار فيضرب بمطرقة من حديد مطرقة لو ضرب بها جبل لصار ترابا فيسرق ويصيح صيحة تسمعها الخليق كلها إلا الإنس والجن بل يضربه حتى يصير ترابا ثم يعيده الله كما كان ويضربه دربة أخرى ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه فيقال للأرض التأمي علي فتلتأم الأرض علي ويسلط عليه في قبره تعبان اسمه شجاع أقرع فيأكل لحمه من رأسه إلى رجله ثم يكسى اللحم وهكذا ثم يأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب نتن الرائحة فيقول أنا عملك الخبيث ثم يرى مقعده من النار ترى إلى متى يستمر هذا العذاب ومن سينجو منه وهل له جذور في أديان أخرى هذا ما سنعركه اليوم في سؤال جريء